التقى الفريق الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس الحرس الوطني خلال زيارته الحالية إلى باكستان مع الفريق أول ركن زبير محمود حيات رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الباكستانية برئاسة الأركان المشتركة في مدينة راول بندي حيث رحب رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستاني بزيارة سموه إلى باكستان والتي تأتي في إطار تطوير وتنمية العلاقات العسكرية بين مملكة البحرين وباكستان وبهذه المناسبة تقدم سمو رئيس الحرس الوطني بالتهنئة إلى الفريق أولد روكن زبير محمود حيات بمناسبة توليه لمنصب رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحات الباكستانية كما أشهد بجهود الجيش الباكستاني في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي ومحاربة الإرهاب متمنيا لجمهورية باكستان الإسلامية دوام التقدم والازدهار كما بحث الجانبان خلال اللقاء عددا من الأمور ذات الاهتمام المشترك لأسيما الأمور المتعلقة بأمن المنطقة والتحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب كما تم أيضا استعراض علاقات التعاون والصداقة القائمة بين مملكة البحرين وباكستان وما تشهده من تطور وتفاهم على مختلف الأصعدة خصوصا العلاقات العسكرية والتعاون المشترك في هذا المجال كما التقى الفريق ركن سمو الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس الحرس الوطني مع الفريق نويد مختار مدير عام جهاز الاستخبارات العسكري الباكستاني المشترك في مكتبه بإسلام باد حيث رحب مدير الاستخبارات الباكستاني بزيارة سموه إلى باكستان وما تشهده العلاقات الثنائية من تطور وتنمية في ظل قيادة البلدين الصديقين وقد تقدم سمو رئيس الحرس الوطني بالتهنئة إلى الفريق نويد مختار بمناسبة تعيينه في منصب مدير عام جهاز الاستخبارات العسكري الباكستاني المشترك وأشاد سموه بما حققته القوات المسلحة الباكستانية وأجهزتها من تقدم وتطور في مجال محاربة الإرهاب لضمان أمن واستقرار المنطقة متمنيا لجمهورية باكستان الإسلامية دوم التقدم والازدهار وتم خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون والصداقة القائمة بين مملكة البحرين وباكستان وما تشهده من تطور ونماء على مختلف الأصعدة خاصة فيما يتعلق منها بالتنسيق والتعاون في المجالات العسكرية وتبادل المعلومات الاستخبارية